وعشان كده من أكثر الأدرار اللي بتحصل من التنمر إن الأولاد كمان بينشأوا في بيئة غير صحية وبيتأثروا بالجو المليء بقلة التقدير وقلة الاحترام بين الزجين فالأثار السلبية مش بتقف عند الزجين أنا عايز أقول لكم حاجة أنا بحس إن البيوت اللي فيها ناس متنمرين الحطان نشع تنمر وزاك الزجين محتاجين يراعوا جداً وعملتهم مع بعض عشان يحافظوا على الأسرة يحافظوا على هذه النعمة اللي ربنا أنعم بها عليهم مش بس على علاقتكم كزجين ببعض لكن كمان كأباء وأمهات وزاك ربنا سبحانه تعالى قال يا أيها الذين أمانوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا تلميزوا أنفسكم ولا تنبزوا بالألقاب كل يعني أنا وقفت أمام هذه الآية كثيراً التفصيل في ده وكأنه بيتكلم عننا فلان لكتع فلان معرفش إيه فلان معرفش إيه ألقاب وإيه تاني وألفاظ وسخرية تفصيل دقيق لكل الأدوات اللي بتستخدم في التنمر فالتحذير هنا عام لكل المسلمين ما فيش حد من حقه على فكرة يعني خلينا أقول لك نفسك عا تقول لك ما أنت من حقك من أنت تتنمر ده نوع من أنواعها وساعات بقى فيه سبب من أسباب التنمر ده العلة بقى التبرير بتاع التنمر ده أنا بقول لك كده عشان أنت قريب مني ها لا 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 ما تكذبش ما فيش حد بيتنمر على حد عشان أقريب منه هذيئة كذيب وما أبرق النفسي إن النفس الأمارتهم بالسوء ونفسهم ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه لا بتبطل الحكاة دي وعشان كده الزجين هم أولى الناس إنهم ياخدوا بالتحذير ده لأنهم أقرب الناس لبعض وهندهم أمر زائد وهو إنهم يعشر بعض من معروف والتنمر لا علاقة له بالعشر بالمعروف لازم نعرف أن الرضا عن شريك الحياة نعمة كبيرة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر فإن كان المؤمن ما يسيبش زكته عشان هو كره حاجة فيها فالأولى إن احنا كمان ما نجرحش ولا بكلمة ولا هي كمان تجرح زكة بكلمة ولا بنظرة فالعشرة الطيبة يا سيدي هي اللي بتدوم وهي اللي بتخلي البيت عمرا بالمحبة والمودة والسكينة ويبقى الأولاد حاسين بالأمان وحاسين إنهم طلعين في مكان بيساعدهم على إنهم يبقوا أسوياء وعشان كده دوة اللي بيخلينا نحس بقوله تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالمودة والرحمة يا سيدة بتبدأ من الكلمة الحلوة من النظر الحلوة قبل الفعل الطيب طيب أنا حاسس إن احنا تكلمنا في واجعة لإن ساعات الحاجات دي بيبقى في وقت كثيرة من المسكوتة عنها أنا ساعات لما بيجوني الأزواج وهم بيتكلموا كده أحس إن فيه حاجة كده وأحس بإنهم ميحبوش الكلام مع بعض لما أحس إنهم ميحبوش الكلام مع بعض أعرف إنهم بيتنمروا على بعض أو إن الواحد فيهم على فكرة من أشكال التنمر شوفها تقول إيه شوفها تقول إيه إنت برضو بتقولي نفس الأفكار دي أفكار عافع عليها الزمن إنت قديم قوي إنت معرفش كل دي أشكال من التنمر كل دي أشكال من السخرية عايزين بقى نفتح باب عشان نحل المشكلة دي تعالوا ناخد بأيديم بعض ونتكلم على شوية إجراءات كده عساها تساعدنا إذا إحنا التزمنا بيها وحاولنا نعملها أول حاجة نتوقف فورا عن كل أشكال الإساءة وكل أشكال الكلام اللي من تحت لتحته كلام الليه كل واحد فينا يبطل يمسك السلك العريان بتاع شرك حياته اللي هو السلك العريان ده الحاجة اللي بتوجعه الحاجة اللي بتوجعه ما ينفعش يتكلم عليها وهو بيكلمه لازم نبطل نبتعد عن الأشياء اللي بتوجع محدش عارف أنه علاقته علاقتها بأمها بتوجعها لأن علاقته مش كويسة فيروحش يقولها شوف علاقتك بأمك شكلها إيها وأنت في حد بيحبك تنمر فلاش كده فأنا أتوقف الأمر الثاني أتوقف بقى عن الإساءات طب أعرف إن دي إساءة زي لما لقي حد متضايق من اللي أنا بقوله دي بيقى دي إساءة أقول لي ما فيه واحد حساس مش بيعرف أتكلم معاه لا 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 فيه كلام محايد ما فيهش إساءات يبقى تاني حاجة ما فيهش حاجة اسمها إساءة نبطل الإساءة يبقى نبطل نمسك السلك العريانة بتاعتنا اللي احنا عارفين إن هي أماكن الوجع دي ونبطل استخدام الألفاظ المسيئة طب عارف الألفاظ المسيئة منين من الشخص اللي أنا بتنمر عليه تالت حاجة لازم يبقى فيها اعتزار لازم يبقى فيها اعتزار عن كلام أو أفعال صدرت مننا في حق بعض وده ممكن على فكرة يتعامل تفصيلاً وإجمالاً لو إحنا فعلاً حسسنا شيء حياتنا إن إحنا نقول كده وأنا بقول هنا فيه إجراء حلوة أو أقول عشان تحصل التوبة بحق وحقيقة وده الإجراء الرابع الإجراء الرابع بيقولي بقى إن إحنا نستبدل الكلام السلبي بكلام حسن يعني إيه؟ يعني اللقب اللي أنا كنت بندهولها هذا بقى أسميها نسبة حياتي بس ده مش حقيقة لا حقيقة عشان إنت من غيره وإن حياتك هتبقى صعبة قوي إنت لما تقولي له يا سندي يا زوجي يا ظهري إنت من غيره على فكرة برضو كان هيحصل كده محدش فينا مضطر إن هو يقولي نفسه أنا كده بكذب لأ ما بكذبش علينا إن إحنا نستبدل كل الألقاب السلبي بألقاب حسن ولذلك شوف رسول الله عليه وسلم سمى السيدة عائشة أو كانت تلقى بالحميراء ليه؟ عشان هي البكر الخجولة اللطيفة إذن لازم نقول كده شوف حتى السيدة عائشة تقولي عصفوره من عصفري الجنة الألقاب الحسنة دي تخلي الواحد يحس إنه هو عنده مكانة خاصة في قلب شرك حياته رقم خمسة بقى عايزين نتكلم سوا عن اللي بنحبه عن اللي بنحبه مع بعض لازم نتكلم على بتحبه مع شرك حياتك لازم تقوله أنت بتحب إيه وتقدموله عشان هو يقدر يستخدمه ويبقى وهو بيتعامل معك يحس إنه هو قادر يعرف إزاي رضيك وده شيء مهم جدا جدا جدا